وكل ما كان يؤلمني هو ترك سالم لتلك الساحرة لا يمكن ذلك ولست هنا لاستماع المقترحات كل ما عليكم فعله أن تجدوا الإجابة النهائية فإن وجدتمها فنادوا علي فأنا في خيمتي السلام عليكم أنا قصي بعد أن تحدثنا للفتاة المسكونة والتي تتغذى بأرواح الفتيات قررنا مساعدتها وتوجهنا جميعا نحو الساحرة التي ألقت عليها التعويذة لنحل ألغازها كنا نمشي وسط الظلام ونحن حذرين حتى وصلنا لقمة الجبال وهناك قابلتنا عجوز كبيرة بأسنان متسقطة تخرج من خيمتها وهي تقول هل أحضرت معك ضيوفا؟ أرجو أن تقبلي عرضهم وتحرريني من اللعمة التي استحوذت على جسدي نحن هنا لمساعدتها نريد حل لغزك حتى نحرر جسدها من روح الشيطان التي تسكنها أنتم كثيرون لذا سأعطيكم ثلاثة ألغاز حسنا ونحن مستعدون لكنني سأعطيكم اللغز عند منتصف الليل وستجدون الجواب قبل طلوع الفجر وهكذا عليكم حل الألغاز الثلاثة في ثلاث ليال متتابعة ولكن عقولنا تكون منهكة في ذلك الوقت والدليل أننا الآن متعبون جدا لحظات وينتصف الليل سأعود إلى خيمتي وسأحضر لكم لغز الليلة حسنا ونحن سننصب خيمتنا هنا تعاوننا ونصبنا خيمتنا غير بعيد عن خيمة الساحرة نظرت الساحرة إلى سالم وقالت ما عملك أنت؟ أنا محقق لكني الآن صائد أشباح إذن سيكون اللغز الأول موجها إليك ويمكنهم أن يساعدك أشعلنا النار وجلسنا حولها ثم سمعنا صوت الذئاب وجاءت الساحرة نحونا وقالت إذن أيها المحقق إليك اللغز أنا على أتم استعداد تفضلي لقد عثرت الشرطة على رجل معلق في غرفة على ارتفاع عشرة أقدام من الأرض ولم يكن يوجد شيء آخر في الغرفة باستثناء بركة كبيرة من الماء على الأرض فكر رجال الشرطة وقالوا لا يمكن بأي طريقة كانت أن يتسلق الرجل الجدران للوصول إلى مكانه المعلق فكيف شنق هذا الرجل نفسه؟ نظر إلينا سالم مستغربا ثم قال هل هذا هو اللغز؟ أين هو السؤال؟ نعم هذا هو اللغز وسؤالي كيف وصل الرجل إلى ذلك الحبل لينتحر؟ ربما لم ينتحر قد يكون أحدهم قام بتعليقه من السقف لا يمكن ذلك ولست هنا لاستماع المقترحات كلما عليكم فعلة أن تجدوا الإجابة النهائية فإن وجدتموها فنادوا علي فأنا في خيمتي وإن لم تجدوا الإجابة فارحلوا بهدوء فأنا لا أقدم فرصا أخرى هيا يا سالم فكر في الإجابة ولنفكر جميعا قد نجد الحل فجأة وصلتني رسالة من أختي صفاء قلقنا عليك يا قصي ولا نستطيع الوصول إليكم هل أنتم بخير؟ يا إلهي لقد عادت خدمة الرسائل القصيرة كتبت لها اطمئنوا نحن بخير لقد استطعت إرسالها إذن يمكننا الاستعانة بأحدهم لحل اللغز؟ لا داعا لذلك فقد وجدت الجواب حقا فكر جيدا أرجوك أنا متأكد هيا الحقوا بي سرنا نحو خيمة الساحرة اسبر قليلا علي توثق هذه اللحظة التاريخية بالفيديو أيتها الساحرة العجوز لغزك سهل وسخيف غضبت الساحرة وزمجرت ثم قالت كيف لك أن تستهزئ بالغازي الصعب الإجابة بديهية لقد وقف الرجل على جبل طويل من الجليد وبضع حبل مشنقة حول رقبته وبمجرد ذوبان الجليد صار معلقا في الهواء حتى مات ولم يتبقى سوى بركة من الماء على الأرض غضبت الساحرة وقالت إنها إجابة صحيحة لكنك مختص في التحقيق لهذا فالنتيجة غير عادلة وسأعطي أصدقاءك لغزا آخر بشرط ألا تساعدهم في الإجابة ما هذا اللغز؟ وما الذي جعل الرجل يترك كل طرق المعروفة ويلجأ إلى جبل جليدي لينتحر؟ هناك أناس يريدون أن يصنعوا الحدث بالإبداع في طريقة وفاته بما أنكم وجدتم الحل بسرعة فسأعطيكم اللغز الثاني اليوم بشرط ألا يجيب عليه هذا المحقق وحينها لمعت في رأسي فكرة وقلت إذن أنا سأجيب عليها نظر الجميع إلي وقال ليث ومن أين تفهم أنت في التحقيقات؟ دعوا الأمر لي هيا هاتي لغزك كانت هناك فتاتان تناولت العشاء معان كلاهما طلبت الشاي المثلج كانت إحدى الفتيات تشرب الشاي بسرعة كبيرة وقد أنهت خمسة كؤوس في الوقت الذي استغرقته الأخرى لشرب كأس واحدة فقط ماتت الفتاة التي شربت كأسا واحدة ولم تموت الأخرى إذن إذا علمت أنه تم تسميم جميع المشروبات فكيف تفسر ذلك؟ نظر الجميع إلي فقلت لا تسألوني فوالله لا أعرف الإجابة لكن امنحين الوقت الذي وعدتنا به حتى طلوع الفجر حسنا لكم ذلك بشرط أن يبقى هذا المحقق معي فإن لم تحلوا اللغز فستذهبون بدونه خاف سالم لكني طمأنته وقلت سنعود إليك سريعا كأنك واثق من نفسك أكثر من لازم يا قصي لا تخف يا حمزة سنجد الحل سريعا عدنا إلى خيمتنا وتركنا سالم مع الساحرة وفي الخيمة ابتسمت وقلت هناك خدمة الرسائل القصيرة سأتواصل مع ابن عمي المحقق ماهر فهو أشهر محقق في المنطقة وسأرسل له اللغز يا لك من ماكر إذن كانت هذه خطتك من البداية أرسلت اللغز لماهر لكنه لم يرد على رسالتي وبدأنا نتوتر حمزة حاول الاتصال به ليست هناك شبكة بالكاد أستطيع التواصل بالرسائل فجأة وصلتني رسالة استبشر الجميع لكنني قلت لهم أن المرسل هو أختي كتبت لي صفا ما الذي يحدث لما لا تشاركوننا الأحداث على الصفحة لم أستطع أن أرد على رسالتها وبدأت أشعر بخيبة الأمال هل ستأخذ الساحرة سالم؟ لقد قالت بأننا إن فشلنا في حل اللغز فلن يعود معنا فلنفكر قليلا ربما نجد حلا للغز قد تكون كؤوس السم مختلطة وبعضها فيه ترياق لا لقد قالت بأن كل الكؤوس مسموما بدأنا نحاول حل اللغز لكننا فشلنا في ذلك وأوشك الفجر على الطلوح فتوجهنا نحو خيمة الساحرة والحزن باد على وجوهنا وكل ما كان يؤلمني هو ترك سالم لتلك الساحرة أصدقائي إن كنتم تودون معرفة ما حدث وما هو حل اللغز فانتظرونا في الجزء القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر